السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحد في ذاته أحد في صفاته أحد في أسمائه أحد في أفعاله جل جلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد المرسلين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناة الرحمة المباركة على طاعته وقرآنه وسنة نبيه أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة في جنات النعيم مع سيد النبيين إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبة الكرام جبريل يسأل والنبي يجيب صلى الله عليه وآله وسلم دروس في العقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب سديد ولملاء والسائل هو أمين أهل السماء والمجيب والمعلم والمربي هو أمين أهل الأرض صلى الله عليه وسلم في حوار بديع بين جبريل وبين النبي الجليل يسأل جبريل ويجيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يشتمل على الدين كله بأركانه وفروعه كما سنرى إن شاء الله تعالى اخترت لحضراتكم رواية الإمام مسلم وإلا فالحديث كما أكرر دائما رواه البخاري مختصرا ورواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى بطوله ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية الإمام مسلم وأتعمد أن أذكر الرواية بطولها لتحفظ إن شاء ربنا جل وعلا روى الإمام مسلم في صحيحه قال حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني وقد ترجمت لهؤلاء جميعا بفضل الله جل وعلا في الحلقة الماضية قال كان أول من قال في القدر أي بنفي القدر في البصرة معبد الجهني وقد ذكرت أن الحجاج بن يوسف قد قتل معبد الجهني صبرا أي بضرب عنقه كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحم يري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمين والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي أي سيدع لي أنا سؤال عبد الله بن عمر فقلت أبا عبد الرحمن بينادي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقفرون العلم وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف فقال عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وساق الحديث وأظن أنكم جميعا قد حفظتم الحديث كاملا إن شاء الله تعالى أم أنكم تريدون أن أذكر الحديث لا بأس الخير كل الخير في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله على محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها أي عن علامتها قال أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العراتة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا فقال أتدري من السائل يا عمر قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم صلى الله وسلم وبارك على النبي المعلم والمربي انتهيت أيها الأفاضل في مقدمات وإن طالت لكنها مهمة تحدثت عن أهمية الإسناد وعن رجال الإسناد وتحدثت في الحلقة الماضية في لحظات ماتعة ممتعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديثنا الليلة عن عمر رضي الله عنه لكنني أهاب أهاب أن أدخل مباشرة لأتحدث عن الفاروق الأواب عن عمر بن خطاب رضي الله عنه دون أن أقدم بين يدي الحديث عنه بمقدمة ضافية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمحوا لي وسامحوني أنا بهذه المقدمة أقدم لنفسي وأمهد لنفسي وأمهد لأحبابي وإخواني وأخواتي لنكون بالفعل مهيئين لدخولي هذا المحراب المهيب لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طراز فريد وحده نسيج وحده والله الذي لا إله غيره ما تحدثت عن عمر بن الخطاب قط وما كتبت عنه قط والله ثم والله إلا وأشعر أنني أتحدث عن عمر بن الخطاب ولأول مرة أخي الكريم أخت الكريمة الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كالقراءة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث عنه يغمرك بشيء من الهيبة والله تشعر وأنت تقرأ عن عمر وتشعر وأنت تسمع عن عمر بهيبة تملأ القلب وتملأ الكيان كله بل القراءة عن عمر لا تختلف عن السماع عن عمر تغمرني أنا شخصيا هيبة وأنا أتحدث عنه أو وأنا أكتب عنه رضي الله عنه وكأنني ورب الكعبة أجالسه أجالس شخصه الكبير في تواضع المتواضع في قوة وعز واستعلاء لا يكاد يغيب عن حاسة السماع إلا رؤية الفاروق الأواب أما البصيرة كأنها تراه كأنها تلحظه كأنها ترى نسكة وورعه وزهده وعلمه وفقهه وقوته وعبادته وتقواه وفتحاته وانتصاراته وبطولاته وفتاويه إلى غير ذلك لا يغيب لا يغيب إلا عن حسة البصر أما البصيرة كأنها تراه كأنها ورب الكعبة تراه الشاهد اسمحوا لي لأكسر حاجز هذه الهيبة بالدخول مباشرة إلى هذا المحراب المهيب محراب عمر رضي الله عنه لأقدم الليلة في حلقة الليلة كاملة بمقدمة ضافية ثمينة غالية رائعة رائقة مهمة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأس هؤلاء بعد الصديق عمر وعلى رأس هؤلاء بعد الصديق عمر تعالوا بنا الليلة ولن أمل وأود أن أقول ستستمعون مني إلى هذا الكلام الذي سأوصله الليلة مرات ومرات ولن أمل تكراره ولن أسأم طرحه لا سيما ونحن نعيش الآن زمنا يتطاول فيه كثير من الخلق على السادة وعلى القمم على قمم الطهر في سماء الطهر على نجوم الطهر في سماء الشرف على النجوم التي تتلألأ كانت ولا زالت وستظل تتلألأ لأنها قبست من نور النبوة من نور محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه فأرجو إخواني وأخواتي أن تتصوروا كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم هو سيد الناس كيف يكون اقتباس الصحابة من معلمهم الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا سامحوني أنا كلما تحدثت عن الصحابة أشعر بحرقة تملأ قلبه وأشعر بغيرة شديدة لأنني ورب الكعبة لا أطيق أبدا أن يسب أحد من الخلق مهما كان قدره أبي أو أمي وأنا أدين لله بأن الصحابة أغلى عندي من أبي وأغلى عندي من أمي وأغلى عندي من أولادي وأغلى عندي من نفسي لأن هؤلاء الأطهار هم الذين نقلوا إلي وإليك وإليك أيها الفاضلة هم الذين نقلوا إلينا القرآن الكريم وهم الذين نقلوا إلينا تراث النبي العظيم ولذلك يراد هدم الصحابة لهدم القرآن والسنة يراد هدم الصحابة لهدم القرآن والسنة كما قال الحافظ الكبير أبو زرعة رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق فاعلم بأنه زنديق وذلك أن القرآن حق والرسول حق وما جاء به من عند الله حق والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة الصحابة يا الله اللهم اجمعنا بهم بحبنا لهم وانقصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين الصديق الأطهر الأكرم الفاروق الأواب التواب عثمان ذنورين الحيي الكريم علي بن أبي طالب أسد الله الغالب ابن مسعود أقرأ الصحابة لكتاب الله وغيرهم وغيرهم فمن العسير أن أتحدث عن واحد منهم بل من اليسير أن تقططف زهرة وحيدة يتيمة في صحراء مغفرة ومن العسير أن تقططف زهرة جميلة وسط حديقة غناء حافلة بالزهر والورد واليسامين والرياحين عسير عليك أن تقطف أي زهرة وأن تختار أي لون فالزهور متوفرة والورد بين يديك غزير والعبير شذاه يتناثر ويتنزل على وجهك كتنزل حبات الندى على الزهرة الضمأة والأرض العطشة فمن العسير جدا أن تقططف هذه الزهرة وسط هذه الزهور وبين هذا الورد والرياحين واليسامين لكن من اليسير أن تقططف زهرة وسط صحراء مغفرة كذلك تشعر بصعوبة بالغة وأنت تتحدث عن الصحابة فعلى من تتحدث وعند من ستقف فهم عمر الزمن ونبض الحياة ومن العسير جدا أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة نعم الصحابة أقول والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء هذه الثلة الطاهرة المباركة التي ما عرفت الدنيا بعد الرسل والأنبياء ولن تعرف لأخلاقهم ولا لعطائهم لدين الله مثيلة نعم أيها الأفاضل لقد شاء الله جل وعلا وقدر أن يخلق محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأن يصطفيه لرسالته ونبوته وأن يجعله خاتم رسله وإمام أنبيائه وشاء ربي جل وعلا وقدر ولا رد لمشيئته في الوقت الذي اختار فيه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار فيه الصحابة رضي الله عنهم ليكون وزراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقاتلون على دينه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والأثر رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن قال إن الله تعالى نظر في قلوب أهل الأرض وفي لفظ في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته ونظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه اختارهم الله يوم اختار نبيه اصطفاهم الله يوم اصطفى نبيه جعلهم الله جل وعلا وزراء نبيه يقاتلون على دينه اي شرف واي كرم لذلك اقول لا يجوز خل بالك يا حبيبي في الله ويا اختاه لا يجوز لرجل زائغ العقيدة مريض القلب مشوش الفكر غير حافظ لكتاب الله وغير عالم بسنة رسول الله ان يتكلم في الصحابة لا يجوز لا يجوز لرجل زائغ العقيدة مريض القلب مشوش الفكر غير حافظ لكتاب الله وغير عالم بسنة رسول الله ان يتكلم في الصحابة لان الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة واخلاصا في النية وامانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لاراجيف المغرضين والكذابين والوضعين لا 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 تاني مولانا بالراحة بالراحة كده الله يفتح عليك دي اصول اصول وبلاش تتكلم بدون اصول اتكلم بالاصول ارجع معايا تاني بقول لحضرتك الحديث عن الصحابة يتطلب عد معايا صفاء في العقيدة وامانة في النقل واخلاصا في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لاراجيف لاراجيف المغرضين والكذابين والوضعين تب والله يا مولانا كمان التأصل ده كمان مرة تلتة عشان احنا بنكتب دلوقتي حاضر لما احتجت ال تلتين مرة تلتين مرة الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة وامانة في النقل واخلاص في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لاراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين اعرف بقى هذه الرواية تقبل او لا تقبل اعرف ازاي اخلي بالك التاريخ الاسلامي لم يدون في عهد بني امية وانما دون في عهد بني العباس وقام على تدوينه ثلاث طوائف الطائفة الاولى طائفة المنتفعين الذين يأكلون باقلامهم وهذه طائفة لا يخلو منها زمان ولا مكان هذه الطائفة زورت تاريخ بني امية بداية بمعاوية رضي الله عنه وانتهاء باخر امير لصالح امراء بني العباس الطائفة الثانية انقسمت الى فرقتين فرقة الروافض وفرقة الخوارج فكل فرقة لها رواياتها روايات تؤله وروايات تكفر والطائفة الثالثة طائفة اهل السنة كابن كثير وابن الاثير وابن عساكر وغيرهم من ائمة التأريخ لكن هؤلاء لامانتهم نقلوا الروايات كاملة باسانيدها رووا كل رواية بسندها اذ لم يستطع هؤلاء الائمة في هذه المحنة وفي هذا الوقت ان ينتقي كل امام روايات اهل السنة او ما صح من الروايات وانما ملأوا الكتب بكل هذه الروايات وصدروا كل رواية بسندها ليأتي بعد ذلك من يريد ان ينقل من هذه التركة الضخمة من ينقل ما صح من الروايات بالوقوف على صح سند كل رواية من عدمه فنزل الى هذا الميدان من لا يحسن النزال ونزل الى هذه البحور الهائجة والامواج المتلاطمة من لا يجيد السباحة فغرق واغرق وضل واضل ونقل الينا كثير من الكتاب ولا ازيد على ذلك كثير من الكتاب لا من العلماء نقلوا الينا هذه الروايات المبثوثة في كتب اهل السنة دون دراية بهذا التأصير الخطير الذي اصلت وظنوا ان مجرد وجود الرواية في كتاب من كتب علماء اهل السنة كالبداية والنهاية او تاريخ الطبر او تاريخ ابن عساكر الى غير ذلك ظنوا ان وجود الرواية وان كان الامام قد وضع اسنادها يكفي لصحتها ووهم هؤلاء اذ لم يقفوا على صحة الرواية بتحقيق السند وانما نقلوا الروايات غثها وسمينها ولا حول ولا قوة الا بالله ثم راح كل واحد منهم بقلمه القشيب ليعبر عن هذه الروايات باسلوبه الادبي فمنهم من وقع في عرض اصحاب الحبيب النبي خلي بالحضرات الكلام نقول لك ده في منتهى الخطورة والله العظيم في منتهى الخطورة ما نش عاوز اذكر اسماء ولا اذكر بعض الكتاب ولا بعض المؤلفين لكن هذا هو السبب الرئيس الذي به زل كثير من كتابنا وادبائنا الذين كتبوا في الصحابة لانهم اكتفوا بنقل الروايات من كتب علماء اهل السنة دون ان يكون لهم باع في علم الحديث ودون ان يعرفوا صحة الرواية من عدمها لكنه اكتفى بنقل الرواية وقال انظر البداية والنهاية انظر تاريخ الطبر انظر تاريخ ابن عساكر وهكذا وهذا خلل خطير وكبير وهو من ابرز الاسباب التي شوهت بسببها او بسبب غيابه هذا السبب حقبة من اخطر حقب التاريخ او فترة وكلمة فترة على فكرة تصح لغة ايضا فترة من اخطر فترات التاريخ تب اسمع التأصيل التاني اللي خلاني جبت الخير ده كله من ستوش الحديث عن الصحابة والله يتخلي بالك معايا احنا الآن في زمن فتن احنا الآن في زمن فتن والفضائيات لا ترقب في المؤمنين الا ولا ذمة وكثير من شبابنا يفتن وكثير من الناس يفتن وربما تثار شبه معينة اعجب كثيرا تثار شبه معينة ليرد بها على عالم من العلماء الذين يؤصلون العلم تأصيلا فترى كثيرا من الناس تؤثر فيهم الشبه فعلا ويخطئون هذا العالم وهم لا يحسنون ان يفرقوا بين الادلة ومراتبها ومناطتها وهذه من فتن العصر من فتن الفضائيات قد يستمع الناس او تستمع الامة الى عالم يؤصل المسائل تأصيل يؤصل المسائل تأصيلا علميا شرعيا بكتاب الله وبسنة رسول الله ثم يخرج رجل اخر ينسب الى العلم فيثير شبه فتردد الناس الشبه ليطعن البعض بعد ذلك في هذا العالم وهم لا يفرقون بين دليل ومرتبته ومناطه وهذا خلل في غاية الخطورة ولا حول ولا قوة الا بالله لذا اقول ايها الافاضل اسمعوا عن العلماء الربانيين الذين قلون قال رب العالمين قال سيد المرسلين قال ابو بكر الصديق قال عمر ابن الخطاب قال عثمان ابن عفان قال علي ابن ابي طالب قال عبدالله ابن مسعود قال الامام احمد قال الامام ابو حنيفة قال الامام الشافعي قال الامام مالك قال الائمة العلماء المهديون التابعون للصحابة ولتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين هذا هو العلم الذي يجب على الأمة الآن أن تلتف حول أصحابه وأن تستمع إليه وأن تتربى عليه وأن تتلمذ عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر حذر من دعاة على أبواب جهنم سيقول بعضهم قال الله وقال رسوله لكنه يدس السمة في هذا العسل وفي هذا السكر قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قل تصفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولا حول ولا قوة إلا بلا أسأل الله أن يحفظني وإياكم بحفظه وأن يثبتني وإياكم على الحق حتى نلقاه اسمع معايا المرة التالتة الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم يتطلب صفاء في العقيدة رجل عقيدته خربان مبتدع ضال مش هتكلم عن الصحابة بالحق وإنما ستكلم عنهم بالباطل سيقول بأن الصحابة ليس عدولا لأنه شذ ببدعته فكل أهل السنة يقولون بعدالة الصحابة إلا من شذ من المبتدعة فلابد من صفاء في العقيدة يتطلب صفاء في العقيدة وأمانة في النقل وإخلاص في النية ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين من أجمل ما قاله الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع أو الممتع الكفاية في علم الرواية قال إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة ثابتة معلومة إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعديل الله عز وجل لهم وإخباره جل وعلا عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعديل الله لهم واختياره لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن الكريم وكذلك عد لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تذكرون في حجة الوداع بعدما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته العصماء يوم عرفة بل وفي اليوم التالي في يوم النحر في رواة أبي بكرة وابن عباس رضي الله عنهما وبعد انتهاء من خطبته العصماء قام بأبي وأمي وروحي يقول فليبلغ الشاهد منكم الغائب ما تخلي بالك من اللفظة دي والله يتخلي بالك ما هي لفظة عادية مولانا اللي موجود يبلغ اللي موجوده خلاص لا خلي بالك ده بتنطوي على حكم خطير جدا فليبلغ الشاهد منكم الغائب الكلام ده معنى ايه معناه انه صلى الله عليه وسلم يعدل هؤلاء جميعا اذ لو انه صلى الله عليه وسلم يعلم ان فيهم اشخاصا ليسوا عدولة لقال فليبلغ فلان وفلان 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 من الشاهدين منكم من غاب من المسلمين لا وانما قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب تعديل واضح قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة والو العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة والو العلم قال ابن القيم ان اول من شهد لله بالوحدانية هو الله ثم ثنى بملائكته ثم ثلث باهل العلم والمراد بأهل العلم ابتداء في الآية الصحابة باتفاق المراد بأهل العلم في هذه الآية ابتداء الصحابة ومن سار على ضربهم بعد ذلك اليوم الدين فالربنا جل وعلا قل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم فأول من شهد له بالوحدانية هو الله وثنى على هذه الشهادة بالوحدانية ثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم اسمع قال ابن القيم وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها فإن الله تعالى لا يستشهد بمجروح الله الله عبارة تكتب بماء العيون الخاشعة الدامعة عاوز حضرتك تسمعها تاني يريد حضرتك تركز معايا كذا قال ثم ثلث بأهل العلم وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح وقال الله تبارك وتعالى خلي بالك من القرآن الكريم يا سلام قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس من المخاطب بهذا الخطاب ابتداءا الصحابة رضوان الله عليهم كنتم هذا الخطاب لهم ابتداءا لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في رواية في صحيح البخاري من حديث أبي سعين الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت قومك يدعى نوح ويدعى قومه ويقال لنوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام هل بلغت قومك فقل نعم يا رب فقل الله جل وعلا لقوم نوح هل بلغكم نوح فقلون لا ما أتان من نذير وما أتان من أحد أعوذ بالله ده تسعمائة وخمسين سنة مش خمسة وتسعين ولا تسع سنة ونص فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ما ترك سبيلا من سبل الدعوة إلا وسلكه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ومع ذلك يقولون بكل بلادة وكذب وافتراء لا ما أتان من نذير وما أتان من أحد تسعمائة وخمسين سنة لا ما شفناه أش فيقول ربنا جل وتعالى لنوح من يشهد لك يا نوح الله أكبر فيقول محمد وأمته وفي حد تاني محمد وأمته محمد وأمته صلى الله على حبيب محمد طيب أنا ما رأيت نبي الله نوح ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى نبي الله نوحا لا لا اسمع قال محمد وأمته في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد وسندها صحيح قال فتدعون فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم في رواية صحيح هذا فتدعون فتشهدون له البلاغ ثم أشهد عليكم فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدة الزيادة في رواية الإمام أحمد بسند صحيح قال فتدعون فتشهدون له فيقال لكم وما علمكم يعني إلا علمكم وأخبركم أن نوحا بلغ قومه فتقول الأمة الميمونة الأمة المرحومة الأمة المباركة أتانا نبينا فأخبرنا أن نوحا بلغ قومه فصدقنا الله كلام جميل أتانا نبينا أنا أصدق النبي أكثر مما أراه بعيني أنا لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى ممكن يبقى الكشف قدامه منور وأنا شايفه منور أو مطفو وأنا شايفه منور كل حاجة مطلخ بطة سبحان الله لكن بصر الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يزيغ ولا يطغى ما زاغ البصر وما طغى إنما أنا أممكن أرافوه مية شايفة أمامي مية وأول موصل أليها سرابا لا أجد ماء بل أجد سرابا قد يكون مفتاح الحجرة في يدي وأنا أدور عليه في البيت كله وهو في جيبي أو حتى في يدي أمور يعني أنتم تعرفونها سبحان الله فأمة النبي أمة ميمونة كل هذه النداءات ابتداء للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يقول الله عز وجل في حقهم وشأنهم الذين استجابوا لله والرسول إمتى من بعد ما أصابهم القرح في أحد الجراح بتنزف الجراح تنزف وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة المشركين بالخروج فخرجوا إلى حمراء الأسد لم يتخلف واحد من الصحابة تحملوا وتحاملوا على جراحهم وآلامهم وخرجوا وقد امتثلوا جميعا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزكاهم الله وأثنى عليهم وقال جل وعلا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضلا عظيم إنما ذلكم الشيطان وخوف وأولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين هؤلاء هم الصحابة مخاطبون بهذه الكلمات الربانية من رب البرية جل وعلا قال تعالى في حقهم والذين آمنوا خلي بالكم والله العظيم عاوز أصرخ بأعلى صوتي والله في قلب مش في أذن في عقل وقلب كل مسلم ومسلمة وقول لهم دول الصحابة هؤلاء هم الصحابة أوعى أبدا أوعى أوعى تهتز مكانة الصحابة في قلبك حبهم إيمانك ودينك وإحسانك دليل على دينك وإيمانك وإحسانك وبغضك لهم دليل على نفاقك وعصيانك ولا حول ولا قوة إلا بالله وإياك أن تسمح لبشر أن يسب الصحابة رضوان الله عليهم أمام عينيك بين أديك أنت لا تقبل أن يسب بين أديك والدك أو أن تسب بين أديك أمك هؤلاء ورب الكعبة إن كنت من المؤمنين الصادقين المحبين لسيد النبيين أغلى عندك من أبيك وأغلى عندك من أمك ومن أولادك بل ومن نفسك التي بين جنبيك لأن الله جعلهم سبب نجاتك أنت من النار فهم الذين نقلوا إلينا وحي العزيز الغفار ووحي النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله دول مين؟ أيوة صح صدقت هؤلاء المهاجرون والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله طب تعالى بقى شوف الصنف الآخر المبارك اللي منتظرهم هناك الذي أنزلهم في القلوب والعيون قبل أن ينزلهم في البيوت والدور انظروا إلى الأنصار هؤلاء المهاجرون والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله انظر هناك على الضفة الأخرى على ضفة يثرب على الأرض الطاهرة المباركة والذين آووا آووا ونصروا اسمع الشهادة وهذه شهادة من؟ شهادة ربنا جل وعلا أولئك هم المؤمنون حقا لا 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 انت قرأت الآية كثير بس ما خدتش بالك هذه تزكية الملك القدير أولئك هم المؤمنون حقا يا الله أولئك هم المؤمنون حقا فيه تزكية بعد ذكرة لهم مغفرة الله أكبر ورزق كريم فين؟ في الدنيا والأخرة لهم مغفرة ورزق كريم هذه مش شهادة من منظمة اليونسكو لا مطعن فيها لا 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 ولا شهادة من شرق ولا من غرب وإنما هي شهادة مالك الملك وملك الملوك ورب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك دول ودول أولئك أي من المهاجرين والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا يا حبيبي ذي شهادة الملك هذه شهادة الملك يطلع بقى قزم نجس نجس لا يحسن الوضوء يسب في هؤلاء الذين شهد الله لهم بالإيمان الحق أمر عجيب أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم قال جل وعلا الله آية جميلة أوي والسابقون الأولون من نين من الاثنين من الصنفين الكريمين من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بس بشرط ما هو الشرط بإحسان لازم تتبع المهاجرين والأنصار بإحسان وإلا تبقى بكاش في الاتباع تبقى نصاب لازم يبقى الاتباع بإحسان تمشى على الطريق تمشى على الدرب مش بقى تيجي تتفزلك وتقول لي هم رجال ونحن رجال بالراحة يا حبيبي شوي هم رجال ونحن رجال ايه بس والله العظيم ما يقول وهذا الكلام عاقل آه إذا كنت حضرتك بتقصد هم رجال ونحن رجال بذلوا أرواحهم وأموالهم ودماءهم لنصرة دين الكبير المتعال ونحن رجال يجب علينا أن نبذل ما بذلوا آه كلامك على عين وعلى راس وقوة قلبي وكلام جميل إنما هم رجال ونحن رجال بتحط رأسك برأس عبدالله مسعود لا والله أنا حط رأس برأس أنا رأسي في الطين ورأسي في الوحل أما حطها برأس عبدالله مسعود تبقى رأسي أنا اللي في الوحل والطين حطها برأس الصديق يا خبر تبقى رأسي في الوحل والطين رأس مين رجال ونحن رجال لا والله العظم ولو اجتمع أهل الأرض من الأنوى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أبدا ما كان ولن يكون أبدا وانت بتشهد بالعصمة لهم يا مولانا لا أنا لا أشهد لهم بالعصمة فالعصمة قد دفنت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا أبرئ أحدا بعد رسول الله لكن هؤلاء زكاهم ربهم وشهد لهم بالإيمان الحق وشهد لهم بالرضوان وشهد لهم بالمغفرة وشهد لهم بالجنة ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم الله ما اجعلنا منهم يا رب الله ما اجعلنا من الذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان بإحسان ها اسمع اسمع رضي الله عنهم ورضه عنه وأعد لهم مغفرة جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز الكبير عاوز اهتني يا أخي عاوز اهتني بالله عليك خلي بالك أن أقول الكلام ده تاني وتالت وتقول الشيخ بكرر قول يا مولانا بكرر أنا حكرر الكلام ده لحد ما ربنا اجمعني بهم في جنات النعيم يا رب اللهم اجمعني وإياكم بهم في جنات النعيم هذه بضاعتنا يا إخواني والله ما لنا غيرها والله لا نملك غيرها والله لا نملك والله لا نملك إلا حب الله وحب نبيه وحب آل بيت نبيه وحب أصحابه هي ذي البضاعة اللهم اجمعنا ببضاعتنا هذه مع هؤلاء في جنات النعيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه الله كل يعني آية جميلة رضي الله عنهم ورضو عنه هم رضينا عن ربنا وربنا راضي عنهم إيه الرضا دا إيه الرضا دا رضي الله عنهم ورضو عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز العظيم عوزين إيه بعد هذا قال الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين من دول من المؤمنون في الآية من الصحابة اللي أخذوا البيعة تحت شجرة الرضوان أو أخذوا بيعة الرضوان تحت الشجرة سميها مشيط هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا آم الإيمان بيزيد وبينقص وهذا دليل هو من القرآن ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم حين نزلت السكينة زاد الإيمان يا أخي فرقك بربن إنك تكون قاعد الوقت امتبعني والله العظيم والله العظيم أبكتني أخت فاضلة والله أبكتني أبكتني قالت والله يا شيخ أقسم بالله وأنت لا تراني الله وحده والذي يراني في الأردن أقسمت لي بالله قالت والله يا شيخ إذا جلست وأنت تتحدث في قناة الرحمة في حلقة التفسير أو في حلقة العقيدة تقول أقسم بالله أستحيي أن أمد قدمي يا الله إيه الأدب ده هي مش مؤدبة جزاها الله خيرا زادة مؤدبة مع الله تأدبت مع ربها ومع نبيه لأنها تسمع مني أنا ومن أنا تسمع مني عن الله وتسمع مني عن رسول الله تقسم لي بالله أخت في الأردن أردنية وهي تبكي تقول أقسم بالله وأنا أراقب ربي أستحيي أن أمد قدمي في السرير في السرير تقول أنا في فراشي ويا أخت مريضة تقسم لي بالله تقول إذا ما بدأت الحلقة والله أستحيي أن أمد قدمي لا إله إلا الله يا له من أدب اللهم ارزقنا الأدب فالسكينة ما بتتنزل عاوز تقول أن قلب الأخت دي وهي أعدى باتبع الحلقة وبتسمع عن الله وبتسمع عن رسول الله زي ما كن وحدة تنية أعدى بتسمع أغنية أو ترى مسلسلا ساقطا هابطا مستحيل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم المراد بالمؤمنين هنا هم الصحابة قال ربنا جل وعلا آيات كتيرة أوي لقد رضي الله عن المؤمنين من المؤمنون الصحابة هم الصحابة ابتداء لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يا الله والله العظم الآدي تكاد تخلع قلبي والله الله جل وعلا يقرر رضا إنت غيتك إيه ما غايتك يا من توحد ويا من تصوم ويا من تصلي ويا من تزكي ويا من تبكي ويا من تخشع ويا من تخضع غايتك رضاه والله لا نبغي إلا رضاه والله لا نريد إلا رضاه فتصور أن الحق جل وتعالى يشهد سبحانه بأنه رضي عن الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وأثابهم فتحا قريبا شايف الشهادة يا أخي الآت كتير أوي ولو فضلنا مع القرآن كده نتجول في بستانه مش هنخرج أسأل الله أن لا يخرجنا منه أبدا حتى نلقى إنه وليه ذلك مولاه لكن أنا عاوز أسمع برضو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنا محب للنبي ومحب للسنة صلى الله على صاحب السنة تعالوا نسمع كده برضو نشوف شهادات النبي في هؤلاء الأطهار قبل ما ندخل على شهادات النبي في حق عمر بن الخطاب يعني هنسمع بها كلام النبي في حق عمر ونشوف الأوسمة والنياشين التي علقها سيد النبيين على صدر الفاروق الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لباعتباره الراوي الأعلى الحديث باعتباره الراوي الأعلى الحديث وأنا الحقيقة الحلقة دي يعني حلقة الأسبوع الماضي عن عبد الله بن عمر والحلقة القديمة عن عمر يعني أقول إيه فتحت الشهية الإيمانية الكريمة انصحت اللفظة والتعبير لأن تكون حلقات رمضان عن أصحاب سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نعيش كل ليلة مع صحابي أو مع صحابية 30 حلقة بتلتين صحابي يعني يبقى شيء جميل أو يتتعلم الأمة وأنا قدمت قبل ذلك سلسلة كريمة بعنوان أئمة الهدى ومصابيح الدجة حين كنت خادما في مسجد الراكحي قدمت هذه السلسلة على المنبر في القصيم في السعودية أسأل الله أن يحفظ القصيمة وبلاد الحرمين ومصر وجميع بلاد المسلمين ولا حرج أن أقدمها على الفضائيات مرة أخرى لأنها لم تقدم مكتملة إلى الآن على الفضائيات فأرجو الله أن أوفق لتقديم هذه السلسلة من جديد على فضائيتنا المباركة على فضائية قناة الرحمة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها رحمة على العالمين إنه ولي ذلك والقدر عليه تم تقوم بسرعة نسمع كده يعني بعض الأحاديث الصحيحة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار روى البخاري ومسلم روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني يعني أهل زماني من المؤمنين الموحدين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني أثنى على الصحابة والتابعين وتابع التابعين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حضرتك خدت بالك من الشهادة النبوية دي خير الناس قرني قرني يعني اهل زماني ثم الذين يلونهم يعني اللهقوا بعدهم من الذي جاء بعد الصحابة التابعون ثم الذين يلونهم من الذي جاء بعد التابعين تابعوا التابعين لتزكية من سيد المرسلين طيب قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس الله رواية في غيث الرقة يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام جالس بين الصحابة رضوان الله عليهم هنيئا لهم يجلس النبي كالقمر بينهم يلتفون به كالنجوم حين تلتف بالقمر ليلة البدري وتمر جنازة على النبي عليه الصلاة والسلام تمر جنازة فالصحابة رضوان الله عليهم أثنوا عليها خيرا فقال الحبيب وجبت خلاص بيان نبي وجبت في نفس المجلس مر الناس بجنازة أخرى فقال الصحابة أثنوا على صاحب الجنازة شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال عمر رضوان الله عليه وكنا في حاجة إلى هذا السؤال فعلا يا رسول الله ما وجبت قلت وجبت في الأولى وقلت وجبت في الثانية مش فاهمين يعنيه وجبت فقال صلى الله عليه وسلم أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار فأنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض يا الله احنا عاوز بس واحد يبقى عنده قلب يسمع الايات ديه ويسمع الاحداث ديه وبعد ذلك ينتقص واحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن ولاه ورضي الله عنهم اجمعين معقول بعد البان ده بان النبو البان الربان قبل ذلك يتطاول احد بعد ذلك على هذه القمم الطاهرة على هذه القمم الشماء الذي تتلألأ في سماء التوحيد والايمان والسنة والطهر والوفاء والصفاء والنقاء معقول يا الله النبي نظر في يوم كذا الى السماء والحديث رأى الامام مسلم من حديث ابي موسى الاشعري نظر الحبيب النبي يوما الى السماء ثم قال بابي وامي وقلبي وكياني كله قال النجوم امنة للسماء النجوم امنة للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد وانا امنة لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنة لامتي امنة لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون وفي صحيح مسلم وقد انتهى الوقت تقريبا ولا حول ولا قوة الا بالله في صحيح مسلم من حديث ابي هبيرة عائذ بن عمر المزني حديث ابي هبيرة عائذ بن عمر المزني رضي الله عنه وهو من اهل بيعة الرضوان وهو من اهل بيعة الرضوان هنيئا له الذي قال الله فيه ولقد رضي الله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ بيعونك تحت الشجرة مر ابو سفيان قال مر ابو سفيان على نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم صحيب وسلمان وبلال فقراء الصحابة سلمان وصهيب وبلال رضوان الله عليهم بعدين لما رأوا ابو سفيان قالوا كلمة شديدة شوي ماذا قالوا قالوا والله ما اخذت سيوف الله من عدو الله ما اخذها سمع ابو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان يجلس في هذا المجلس المبارك هذه الكلمات الشديدة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قال لهم اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم يعني ذاك لم تقولوا لابي سفيان وغضب الصديق وترك المجلس وانصرف وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بما قاله الصحابة وبما قاله هو والله تسمع والله تخلي بالك ماذا قال النبي لابي بكر لابي بكر معقول وهو من هو والرجل اول في الامة بعد المصطفى ماذا قال له قال النبي يا ابا بكر لعلك اغضبتهم اوعك كن زعلتهم اوعك كن اغضبتهم يا الله لعلك اغضبتهم فلئن كنت اغضبتهم فقد اغضبت ربك عز وجل يا الله يا الله فلئن كنت اغضبتهم فقد اغضبت ربك عز وجل اقول لكل من يغضب الصحابة بملء فمي ما قاله النبي للصديق لقد أغضبت ربك عز وجل والله لقد أغضبت ربك يا من أغضبت الصحابة والله لقد أغضبت ربك يا من سببت الصحابة والله لقد أغضبت ربك يا من انتقصت قدر الصحابة لعلك أغضبتهم لمين للصديق أيوة أيوة طلع الصديق يجري نعم ترك النبي وجرى لأصحابه لإخوانه وقال إخوتاه أوا غضبتم مني إنتوا زعلتم مني أنا زعلتكم أوا غضبتم مني قالوا لا يغفر الله لك يا أخي وفي لفظ في مسلم يغفر الله لك يا أخي تصغر للتقريب كده والحب والمودة والرحمة لا يغفر الله لك يا أخي لا مزعلناش ولا حاجة يغفر الله لك معقول آيما هم دول اللي عوتب فيهم المصطفى هم دول والله واصبر نفسك مع الذين دعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا هذه الآية تقال لنبينا نعم تقال لنبينا في شأن من في شأن صهيب وعمار وبلال تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وكان أمره فرطة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادقوة وإن يستغيث يغاث بماء كالمه ليشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة أحدث كثيرة أوي والآن أكثر هؤلاء هم الصحابة قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من يبغضهم ونبغضهم وبغير الخير يذكرهم ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحبهم دين وإيمان وإحسان ونبغض من يبغضهم نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم فحبهم دين وإيمان وإحسان ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم فبغضهم نفاق وطغيان نفاق وطغيان فواجبنا أن نحبهم وأن نكف عما شجر بينهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ونتأسى بهم ونقتدي بهم ونقتفي آثارهم ونعلم سيرهم لنسائنا وبناتنا وأولادنا فحبهم دين وإيمان وإحسان وأقف أمام هذه الترجمة الفقيهة البليغة لإمام الدنيا في الحديث للإمام البخاري حين أقول مثلا باب حب الأنصار من الإيمان يا الله باب حب الأنصار من الإيمان وهكذا فحب الصحابة من الإيمان بل من الإحسان تعالوا بنا أيها الأفاضل بعد هذه المقدمة الجميلة في الحديث عن أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لندخل لندخل محرابا مهيبا جليلا محراب واحد من هؤلاء الأطهار محراب إمام من هؤلاء الأئمة الأخيار محراب الفاروق الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه الراوي الأعلى في حديثنا الذي نحن بصدد شرحه بإذن الله تعالى وذلك في الحلقة القادمة فانتظروا بالفعل الحديث عن عمر وإن قدر الله أن أتحدث عن الصحابة في رمضان لا شك ولا ريب أنني سأعيد الحديث مرة أخرى عن عمر والحديث عن هؤلاء لا يمل بل ولا يبلى لا والله بل إنه حديث يجدد الله به الإيمان ويقوّ الله به اليقين ويرفع الله عز وجل به همة المؤمنين الصادقين جمعان الله وإياكم مع الحبيب المصطفى مع أصحابه في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى أن نلتقي بحضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وجزاكم الله عنا خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر